قال وزير تقر روسي نيكولاي شوليج نوف إن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن المزيد من الإمدادات إلى آسيا وأوضح أن أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في أسواق الدول التي تطبق هذا وستزيد من تقلب الأسعار وأعطى وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على العمليات العسكرية في أوكرانيا قالت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة هي من أثار أزمة إمدادات الغاز في أوروبا من خلال الدفع الزعماء الأوروبيين نحو خطوة وصفها بالانتحارية بوقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة سعت منذ فترة طويلة إلى قطع علاقات الطاقة بين روسيا والقوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا على الرغم من أن موسكو كانت موردا للطاقة منذ الحقبة السوفيتية جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستق حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مستفيدة من ارتفاع الأسعار وأفد تقرير مركز أبحاث الطاقة ومقره فنلندا أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سبع سنوات عند 22.35% وقال محافظ بنك الاحتياطي فيليك لوي أن هناك المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستتم في اكتماعات مجلس الإدارة الشهرية في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 2% ما زالت أوروبا تعاني تدعيات الأزمة الأوكرانية وقرار روسيا بوقف خط أنبيب نوردستريم 1 لأجل غير مسمى القرار الذي أربك الدول الأوروبية ووضعها في مأزق مع دخول فصل الشتاء وأكبرها على التكاتف لمواجهة الأزمة المقبلة المزيد نتبعه في التقرير أربك القرار الروسي بوقف خط أنبيب نوردستريم 1 إلى أجل غير مسمى القارة الأوروبية في خطوة اعتبرها كثيرون تصعيدا جديدا لحرب الطاقة بين روسيا والغرب ومرحلة جديدة من عض الأصابع بين الجانبين وبينما اتهم الغرب روسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد المسهلكين الأوروبيين أكد الكريملين أن النقص في إمدادات الطاقة سببه العقوبات المفروضة على روسيا التي تحول دون صيانة البنى التحتية لمنشئات الغاز أزمة طاقة دفعت الأوروبيين إلى إظهار التضامن لمواجهة موسكو في إطار محاولتها الرد والانتقام من الأوروبيين لدعم أوكرانيا من هنا جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده سترسل الغاز إلى ألمانيا إذا لزم الأمر ماكرون أكد أيضا أن بلاده التي دائما ما كانت مصدرا للكهرباء ستحتاج إلى مساعدة من جيرانها بسبب مشاكل فنية في محطتها النووية أما ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا فأعلنت الإبقاء على اثنتين من محطتها النووية الثلاث المتبقية متاحتين لإنتاج الكهرباء وأوضحت الحكومة أن المحطتين الواقعتين في جنوب البلاد يمكن استدعائهما حتى أبريل من عام 2023 للمساعدة في نقص محتمل للكهرباء الشتاء المقبل حيث كان من المقرر إغلاق المحطات الثلاث بحلول نهاية هذا العام خيارات محدودة أمام الأوروبيين في تعاملهم مع أزمة الطاقة بما يستدي تكاتفا وتعاونا وتنسيقا حتى لا يتحول الشتاء المقبل إلى كابوس قد يتسبب في تغييرات سياسية وساعة تنتظرها روسيا وتسعى لتحقيقها من خلال وقف إمداداتها من الغاز والطاقة ترجمة نانسي قنقر